على بعد حوالي ثلاث كيلومترات من مدينة مشرب القصير وقع هذا الحادث نتيجة استضام قطار الركاب الذي يربط بين مدينة تانجا والدار البيضاء بشاحنة من الحجم الكبير وهو ما خلف إصابة ستة عشر شخصا بجروح متفاوتة الخطورة مصدر أمني أفاد أن الحادث الذي نجم عن استضام القاطرة بشاحنة أصيبت بعطب على مستوى ممر غير محروس للسكك الحديدية أدى إلى خروج القاطرة وعربتين عن السكة بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية ذكر بأن الشاحنة هي التي لم تحترم الإشارة الضوئية وأن القطارات الرابطة بين تانجا والدار البيضاء تواصل رحلاتها بتحويل مسارها عبر سيد قاسم في انتظار عودة السكة إلى وضعها الطبيعي المصابون في هذا الحادث تم نقلهم إلى كل من مستشفى سيد قاسم والقنيترة لتلقي الإسعافات الأولية